صحة شربتكم وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم وشالله ليلا طيبة وليلا مباركة إذن عدنا لكم من جديد في برنامجكم حديث الروح اللي يرجع لكم في الموسم الثاني والدخلة والاستضافة لحلوة برشة اللي شرفتني برشة هي استضافة أخي وصديقي المنشد العالمي أحمد جلمام أهلا وسهلا من جديد خوي أحمد أهلا وسهلا وأهلا وسهلا بالمشاهدين وبطارات أفهم حيات حيات أفهم دائما في العلالي ودائما يا سيدي تحب المبدعين كما أكرمونا كما أكرمونا لابد نقول اسمهم ربي تفضلك وربي بارك فيك نحن بالعكس خمنا كان بالواجب وبنتي كلثوم أيضا من نورتني اليوم في الستوديو وإن شاء الله رمزانكم وكلكم مبروك إذن سمعنا يعني حاجة حلوة اللي هي مثلت يعني النوع معين منها الموسيقى السوفية والروحية المتطورة وعنده أيضا الفنان أحمد جلمام عنده مفاجآت حلوة وخدم خدم حلوة والتوى إلى حد الآن البعض منها لم يصدر ولم يستمع إليه المشاهدين والمستمعين مازالوا لكن أنا أقول لهم إن شاء الله رمزانكم تسمعون نمط جديد وخدمة حلوة جديدة في صلب الإنشاد السوفي الروحي لكن بطريقة جديدة وبرؤية فنية جديدة لكن ما نتصورش سيد أحمد أن الرؤية ذي يعني وقعت قفزة مباشرة أكيد فما أرضية قبلها فما بداية قبلها وفما يعني أحكينا لك الفترة اللي كانت سابقة ليه الفترة الموسيقى المتطورة ولي اكتسحتها الموسيقى الأوبيرالية والفيها التوزيع الهرموني والأشياء يعني فما هرموني وفما حواجة جميلة قبلها الفترة اللي كانت سابقتها كيفاش كانت سيد أحمد تشوفها؟ والله فترة أنه نتعاملوا مع الموسيقى بحذر معناتها لأنه خطر ما فيه شك أنه بيش ننتقلوا لمراحل موسيقية كبيرة ديما عنا شكون عنا ضوابط معناتها عنا شكون ما نقولش يحكم فينا احنا زيدا نعتبروا أنه المشايخ متاعنا عندهم قيمتهم في الكلام وعندهم قيمتهم في الحكم علينا ما فيه شك زيدا فما ضوابط موسيقية وفما أرضية زيدا انطلقنا منها لا نحبوش زيدا احنا تراثنا يمشي كك قال شنو أنا نطور 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 أي والل والتراث معنا عنا تراث كبير مثلا انا مشيت لبلدنا حافظين على تراث أنا أقدر كثيراً وأقدر وأحترم كثيراً المشيخ اللي تعلمت عليهم كي محمود عجيج محمود عزيز ناصر العبداللي رحمهم الله الله رحمه ثم أنت لق في معانتها مجارة للعصر أيوه معانتها فما الشباب توا معاش يقبل لك بندير برك معاش يقبل لك أكابلاه بش تقول قصيدة لابد بش يقبل مقدمة موسيقية لابد بش يقبل الإيقاعات شوية إيقاعات وكده ولكن ديما النصوص متاعنا نحن ديما نقدروا النصوص متاعنا لكن فما مفارقة يعني الإنسان لازم يحافظ عليها بين التطور والأصالة تمسك بالأصالة والاتجاه نحو التطور هذه الفكرة الأساسية يلزم كل منشط يعرفها كل منشط معانتها تعرف اللي يقول كل جمل هذه معانتها يولي هو بيده مشكور حتى لدى العموم معانتها أنه ما سلمش في الأصالة متاعه يلزم تذكر الأولين ما فلماش عبد المجيد بن سعد روا حاجة حاجة نهاية روا عبد المجيد بن سعد نهاية ما أنت من أجمل الأصوات اللي أنا اسمعتهم هاو مشيت لنا أنا دورة العالم الكل والعالم العربي فماش صوت عبد المجيد بن سعد من ذمن البلدان اللي مؤخرا يعني أخيرا نزورتهم أنا عندي فكرة أنك مشيت لكندا مشيت للبنان مشيت لأندونيسيا مشيت لو تذكرنا بي بعض هو شوف سيدي سوفيان البلد الوحيد اللي كنت خايف منه هو اللي عملت فيه أحسن صهرة في حياتي هو مصر ممكن ياسر لوبيران المصري ممكن ياسر ربما تعطي كشحنا كل أرضية متاعة ولكل الثوم معاية في الرحلة ذيل شوفناك أنا أنا بكل صراحة معناتي قعدت بيت حتى الكلمات حتى الكلمات أنا منيش شعر حتى الكلمات وليس نقول الشعر معناته وكأنه فيما حاجة ربانية تألهام فيما ربانية حاجة ربانية في اللوبيران معناته اللي وقفوا عليه لوبيران أنا منشك الش as νو وقف عليها نقشه بندي وقف عليها دونك أه حقيقة اللوبيرا عملت فيها وكنت متخوف منها. انه كنت متخوف من اللوبيرا برشة. انت رغم انه المهرجين جرش ومهرجين سوق عكاد وبرشة مسارة عالمية مسرح ايران ومسرح. لكن كنت متخوف من اللوبيرا. اللوبيرا يرى وقفت عليها. عندها وزنة. عندها وزنة وقفت عليها مكلثوم وقف عليها محمد عبد البيب عبد الحليم حافظ وكل. كنت بصراحة متخوف. عتتك شحنة. احسن صهرية تعديت هي هذيك اللي انا مقتنعة بيها. وزيرو فوت قد وصلت نقول في الشعر معنتها. ماشا الله. معنتها وصلت نقول في الشعر. في في وسط الكلمات وفي وسط الموشحات معنتها نعمل في شعر من من راسيان. ارتجلت ارتجلت. هذه البلاد اللي انا كده والبلدان الاخرين الحقيقة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. من الفترة هذه اللي حكينا فيها وهي التي سبقت الفترة. الفترة التطور الموسيقي. او نحب تسمع نحويجة ترجع بنا لك الفترة دي كان العلام. الفترة الغنائية. الغنائية. دينا كان نستعمله في الموسيقى ولكن بها هكا بشوية تحرز وشوية تحرز. اللي ولا معناها كانت كي شوية كان واحدة جرة على محاذير كانت الانسان ما فربهاش. ايه نخاف. ايه واحد. ايه نص عملة من عندك انتي ومن بنت كلثوم. شوية تقاسيم حلوة من عند كلثوم ثم يبدأ سيد أحمد فيه. تارك الله وفيك. تارك الله وفيك. كتبت رحمة الناس كتبت كتبت رحمة الناس يا عليك كتبت رحمة الناس 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 يا يا رب يا إلهي طلبنا رضاك استورنا بس ترحيمك يا إلهي يا إلهي طلبنا رضاك استورنا بس ترحيمك يا إلهي استورنا يعظي ما الجاو وعطينا ما نتمنى استورنا يعظي ما الجاو وعطينا ما نتمنى بجاو رسول الله أحفظنا في ستر يحيمك يا إلهي لا 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 شكرا أني أعطيك الصحة يا أعطيك الصحة يا ربي بارك فيك أعطيك الصحة كنتم ولكلكم أعطيك مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام كنا نسمعوا في صديقنا وفي المنشد الشيخ أحمد جلمان في هذا الإبتهال بعنوان يا إلهي بمرافقة عزف على القانون مع بنتي كلثوم يعطيها الصحة إذا نعود للحوار مع ضيفي الجليل بكري في سياق الحديث تحدثنا شوي على المنشد الكبير ما نجموش نجيو القرآن ما نحكوش على المنشد عبد المجيد بن سعد إذا العبد المجيد بن سعد هو مرجع يعني مرجع النجم يقوله في تونس حتى في خارج تونس في مجال الإنشاد كما شيخ علي البراق في مجال تلاوة القرآن وفي مجال يعني ترتيل القرآن يعني هذو مزوز دو بول يعني نسميهم يعني قطبين من أقطاب الإنشاد والترتيل والقراءة ما في شك كنا نحكو شوي على مثلا يا صحب الجاه وعلى الرفيرانس اللي أصبحوا عنا يعني في القرآن تقول القرآن تقول صحب الجاه تقول عن المجيد بن سعد تقول عن البراق هذو مشي مثل يعني في تاريخ الإنشاد سوفي وتاريخ يعني المدائح والأذكار في قرآن وفي تونس بالنسبة لك صداع أنا بالنسبة ليا ساعة أنا مانيش موجود كمنشد لو لهم هذا عارفين بالجميل لا لا مش هذا حقيقة معنة أنا أنا هذو ما الناس اللي حبوني في الانشاد ما شاء الله معنة أنا وقت اللي كنت صغير وعمري 11 سنين ولا 12 سنين بطبيعة الحال كنت نسمع في عبد الحليم ونسمع في عليا ونسمع في نعمة ونسمع في عبد وياب جنراسيون وأنا في الجنراسيون ديك نسمع في الأغانية ديك نسمع في نهجات صغيرة وكل شيء ولكن نسمع فما معنة قص كبير في التلف زوائلة في الراديو يعديوا معنة الأنشاد الدينية هكذا اللي يقولولها سولمية سولمية هم اللي حبوني في السولمية معنة العبد مجيد بن سعد هو اللي حببني في السولمية ما شاء الله كالخنة متاعو الحلوة كالقفلات متاعو كالتوالع متاعو يعرف فيني يحط التوالع متاعو معنةها من بعد بديت ندرس وقتها أنا ما نعرف حتى شيء من الفن معنةها أما من بعد كي كبيرت بديت نعرف الفن قلت السيدة ديه ديه عملاق معنة ما وش مش عبد عادي وكنت نسمع فيه معنة كل ناس موعة يظهر لنا معنة حاجة جميلة وكاو حاجة جميلة وكاو أما التوى معنة عرفت أنه القفلات متاعلي البراق مثلاً حتى كمان جاتي من الجامش تصحب بشي قد القفلة متاعلي براق قفلت درس الذي ولا قفلت من عش الماية معنة عنده قفلات القوة الربي وقتها قالوا لي هم معنةها بديت ندرب عدا بديت ندخل هكا مع سي سامير العقربي في الحضرة وكذا بديت 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 يقول لي يقول لي راو شو القفلة متاع سي علي البراق معنة كيفش كيفش قفل لي يقول لي مش عادي البشرة دي معنة بديت يعرف فيها اكاديمية لش كونه السيدة دي وفاش قاعد يعمل بالضرب فاش قاعد يعمل حبد مجيد بن سعد راو نسمع توا وليت نسمع عدا ديمة معنة نحط اليوتيوب وربي بارك فيهم توا حطوه في اليوتيوب بكدير بكدير وليت نسمعه برشا نوجهوا تحية لخونا صلاح بن سعد نوجهوا تحية لأنه هو قاعد يجمع فيه يجمع في الاثر متاع الهرم مذاي الهرم الكبير متاع تونس وكل هو اللي حببني نعود ونرجع هو اللي حببني في الانشاة سيد عبد المجيد مسعد له بعد البراق بعد في القرآن وكدامه سيد عبد المجيد مسعد حببني في الانشاة ووقتها تغرمت بيه على ابني مريم ويا صاحب الجاه وعنده أخوية قصايدة بكل صراحة أنا والله ساعة نشك أنه لو كان جات معها آلة نقول معانتها أشكالي من الجميع نقول محمد عبد الوهيم في مرحلة من مراحل محمد عبد الوهيم مرحلة معانتها متاع من مرحلة عبد العبد في رأيه تخيله في المنام فكالصوته ذاكا في امتى الزمان صوته جغوري وحلو حلو حلو برشا تعرف انتي شوقتنا وشوقت المستمعين والمشاهدين كرام أنا نسمعه شوية من عبد المجيد بن سعد إذا نقترحه لكم بيش نسمعه هذا المقطع من إنشاد المنشد المبدع عبد المجيد بن سعد أبقوا معنا نسمعه ثم نعود للإستنام